فيلم مهم وعظيمي تحية لكل صناعه وتحية لكل حد بيساهم في توصيق وتخليط ذكرى نصر اكتوبر العظيمي النصر الأهم والأغلى في تاريخنا الحديث زمان ونستن تشيرشل قال التاريخ يكتبه المنتصرون لكن دلوقتي للأسف كتابة التاريخ بقت متاحة لأي حد خاصة ان احنا في عصر السوشيال ميديا وتداول الأخبار بقى أسهل وأسرع بكتير فتلاقي ناس عينوا نفسهم مؤرخين على صفحتهم كل واحد بيكتب اللي هو عايزه فتلاقي واحد كاتب والله كيلو باترة من أصول أفريقية حضرتك عندك دليل على ده؟ ويقول لك لا دي جدعانة مني تلاقي حد تاني كاتب لا لا ورجوعا للتاريخ اسألنا أنا الأهرامات بنوها فضائيين تلاقي في واحد تاني كاتب أنا عندي حجة ان الأرض اللي احنا عايشين عليها دي مسطحة مش كروية لأ كل واحد بيكتب النسخة الخاصة بي من التاريخ دون الرجوع لأي مصادر يعني لما نلاقي النهاردة بعد خمسين سنة على نصر اكتوبر وانسحاب اسرائيل من سيناء بالكامل لسه في ناس بتنزل فوستات بتشكك ان مصر هي اللي كسبة الحرب وما المكسب في الحروب يتأسس زاي؟ بعدد اللايقات عشان كده يومزل النهاردة مهم جدا مهم نتجمع ونحكي تاريخنا زي ما حصل مهم ان نفتكر ابطالنا وجنودنا عشان تفضل الحقيقة موجودة بلسان لحضرها ونفضل احنا جيل بيسلمها الجيل وبنوصقها بأفلام وبأغاني هتفضل عايشة بتحكي تاريخنا وهم نفتكر جنودنا وابطالنا اللي كانوا شباب ساعتها بالمناسبة والشباب دول كان لسه عمره قدامهم بس محدش فيهم مختارش بلده ومختارش ان هو يواجه الموت في كل لحظة عشان يرجع اردنا والشباب دول كمان بالمناسبة ما كانش على ايامهم سوشيال ميديا كانوا بيبعثوا جوابات يمكن انا ما حضرتش الجوابات بس الجواب ساعتها كان له خصوصية بخط ايد اللي كذبوا وكان بيبقى فرح لما ساعي البريد يبقى جايب جواب من جندي مقاتل على الجابهة جواب ملخص فيه كل المشاعر الصدقة جواب بسيط لأمه مسلم فيه على الأهل والقرايب والعيلة والصحاب فرد فرد جواب من القلب للقلب موسيقى